ما هذا سلم كالله يعني نتيجة لأسباب 2009 اللي احنا قلناها من الحكومة السابقة ومارستها السلبية لحقوقها أدت إلى التعديلات اللي نشوفها اليوم يعني لو كانت الحكومات السابقة ماشية على القوانين واتطبق القوانين بالشكل الصحيح ما كان شفنا هالتعديلات لكن هي اللي سرعت من هالتعديلات كانت تعيضا نشوفها بعد خمسة أو عشر سنين جدام لكن من ممارساتها السابقة خلتنا نشوفها اليوم من ضمن المقترحات هي واضحة يعني قبل قليل ذكرتها خازي أنه قد يعني يريدون نواب من خلال هذه المقترحات أن تشكل الحكومة الأغلبية المنتخب ونيابية الدليل لا يصوت على قرارات المجلس إلا الوزراء المنتخبون المنتخبين نعم وبالتالي كانوا يريدون من رئيس الوزراء القادم إذا ما قررت هذا أن أغلبية الوزراء يتم اختيارهم إجبارا راح يكون مضطر أن يختارهم عن طريق طبعا النواب اللي تم انتخابهم من الشعب واضح أن التوجه للعمل على النظام البرلماني نعم الأستاذ فيصل يحية أو ليحية آسف نقابي قديم ولا يعني مسيرة كفاحة في هذا المجال وليس بالرجل الهين فبالتالي خطواتها دائما صحيحة أشوفها في الطريق الصحيح وبالتالي إذا أهو محسوبة صح نعم محسوبة صح نعم يعني بدل أني أنا طالب مثل ما طالب بعض النواب والله نبي رئيس حكومة من الشعب والله ما يعرف إيش والله نبي حكومة منتخبة والهاشتاغات نشوفها في التويتر أو في برامج تواصل الاجتماعي أو من بعض المقالات المكتوبة في بعض الجرائد أهو يأبها بطريقة لا فعكس يعني ما يعبها دائراكتلي شغلة ثانية أنه مو بالضرورة أنه هو كلها التعديلات يبيها قد يكون أن الرجل يعني اقترح تعديلات ما يبيها أصلا بس هو يبيه اللي يأدن منها بس ما يفاوض على اللي يأدن منها يفاوض على الكبير عشان يحصل اللي تحت اللي هو يبيه من ضمن المخترحات قد تكون نوعا ما وقعية أن الحكومة تحظى بثقة المجلس قبل أن تمارس عملها شغلة في هذا المخترح اللي نوعا ما يمكن الآن يعني شفنا كثير من الوزراء يعني مثل الآن مشكلة الوزير وزير المالية الشمالي أعتقد لو كان هذا الموضوع موجود ما كان أساسا استمرت هذه المشكلة بحيث أن الحكومة تأخذ الثقة من المجلس قبل أن تمارس عملها في بداية تشكيلها شغلة في هذا المخترح أتوقع أنه سيكون جيد خاصة في بيئة مثل بيئة البرلمان الكويتي والحكمة الكويتية اللي دائما في صراع دائم مع بعضهم لا دائما أن نلاقي الاتهامات من البرلمان للحكومة والحكومة يعني ترد على هذه الاتهامات والدولة نوعا ما نقدر نقول مصالح العباد متوقفة عشان والله أنا أساجل كنائب وأنت وزير فأتوقع أن هذه قد تحل المسألة هذه يعني قد تكون حل المسألة أنه والله تعطي مصالح للناس طيب صفة إجمالية عندك تعليقات يعني معينة على أبرز التعديلة تقاج أو أنه يعني متوافق أو ترى والله في هذا الشأن باختصار أنا أشوف أن نفس ما قلنا بالبداية أنه من حق النائب يقدم تعديلات الدستورية بالنهاية يملك الأغلبية البرلمانية ولكن لازم نعرف أنه في ما فوق الأغلبية البرلمانية نعم في رأي المقام السامي في هذه المسألة هو اللي رح يعني يبت في هذه القوانين هذه الله يوفق باللي فيه الخير عندي ملاحظات بالتعديلات أنا ما عندي ملاحظات بالنسبة يعني أنا أنا قادش أقرأ حاليا سطور بسيطة ولكن الأمور لابد أن نقرأ بعمق أكثر طيب جريت الصباح تبرت هذه التعديلات أنها انقلاب على الدستور شنو تحليلك وقراعتك لهذا المشأة الرئيسي اللي جريت الصباح الانقرأب على الدستور هو اللي يقول صكوا البجلس ما نبيه وخلونا نرد الكويت ما قبل 62 هذا اللي ينقلب على الدستور أما أني أنا أقدم رأيي وأقدم وفق مقترحات قانونية أو مشاريع قانونية هذا ما في أي تعدي على الدستور ولا غير وبالنها الدستور ما هو قرآن كريم منزل صحي واللي حطوه قبل الصباح وقبل أي جريدة مثل جريدة الصباح أو من الجرائد الجديدة اللي هم الدكتور أحمد الخطيب والجماعة المؤسسين قالوا أن هذا الدستور يعني راح يكون مؤقت لمدة خمس سنوات بعدين نطالع تعديله وحاولوا تعديله بالشكل السلبي وتوسط دولهم الأجداد والآباء ويا اليوم أن نحن هم نتصدى لها لأي ممارسة مثل الممارسات أو مثل هالكلام المغلوط يعني شيء يتكلم يمكن أنا الآن الرأي تقول النائب صالح عشور يعني واضح أنه من كلام اليوم موجود في جريدة الرأي بأنه مؤيد للتعديلات قال إذا في تعديلات أنا ما عندي مشكلة بس أبي ضيف تعديل شنو التعديل؟ المجلس الأمة هو اللي حل نفسه هذه أتمنى أنها تخرج هذا المخترح اللي اليوم صالح عشور يعني طبعا حل مجلس الأمة هو بيج سمو الأمير لكن النائب صالح عشور يرى بأن ويضاف هذا التعديل بحيث أنه يكون فقط حل مجلس الأمة عن طريق المجلس نفسه هذا اللي نتكلم عنه هو التدخل في صلاحيات سمو الأمير ليس تدخل في صلاحة الأمير التعديلات أو المشاريع أو الاقتراحات التي يقدمها فيصل لحية هذا هو خلط الأوراق هذا المخترح؟ بالضبط هذا خلط الأوراق مثل استجوابه مثل بعض الأعمال البرلمانية التي قام فيها في الأيام السالفة خلط الأوراق وتعكير لصفه سير مجلس الأمة الحالي وفق الأغلبية المتوافقة نسبيا مع سمو رئيس مجلس الوزارة الشيخ جابر المبارك الذي يستحق منه أن نوقف معه ونشيد في دوره صراحة في الفترة الماضية كون أننا لا نطالب منه كويت المنشودة التي نبيها نطالب منه أن يسد فريات الحكومات السابقة عشان نقدر نبني يبني النبي بس يوصلنا لدرجة الصفر عشان أحنا بعدين نبني أما إذا كنا رح نكون ظالمين الرجل وائد لو أن نقولها لا نبي والله تيبلنا نطحة السحاب ونبي تسوي لنا كذا ونبي تسوي لنا كذا ونبي تسوي لنا كذا هذه الأمور رح تكون فوق طاقة الرجل ورح نكون إحنا ظالمين نفسنا قبل أن نكون ظالمين هذا الرجل طيب ننتقل الموضوع كذلك يتعلق بموضوع الاستجوابات ويمكن لو كانت التعديلات الدستورية هذه موجودة خصوصا ما يتعلق بإعطاء اثقل الحكومة لما وصلنا إلى موضوع الاستجواب اللي رح يقدم إلى وزير المالية واضح الأغلبية من البداية ما كانت تريد الوزير الوزير أتى ضمن التشفير الحكومي الأغلبية اتفكر على استجواب الوزير واضح أن الوزير المالية يواجه مشكلة حقيقية من خلال مواجهة 35 نائب تحليل الكوكرات باختصار خازي لهذا الموضوع أنا أستاذ يعني ما أدري في هالموضوع بالذات ما أدري ليش النواب الأغلبية يعطوا أسبوعين مهلة هل لأحد الوزراء وورقته في اجتماع الأغلبية كان لدور في أنه والله يأجلون هذا الاستجواب أو هل هناك صفقة ستتم بين الحكومة وبين الأغلبية في البرلمان أنا أشوف أن استجواب الشمالي واستجواب محمد جويهل أو النائب محمد جويهل استجوابين مستحقين يعني مستحقين دستورية صراحة ويجب أن يتمون أي من المعلمات اللي لدي كان الهدف في الأسبوعين حتى لا يعني يدمج مع استجواب النائب الجويهل فهذا اللي خلوه يعني لمدة أسبوعين وهم نطرين متى يعني تحدى جلسة للنائب الجويهل وبالتالي يقدم هذا الاستجواب 86 ساعة يعني استاذ تقدم في أربع استجوابات ونقشه مع بعض لا هم لا يريدون أن يناقش مع الناس اليوم لا أعرف ما أدري شنو القضية في إني والله ما أدري أن يناقش استجوابين في وقت واحد خاصة أن اليوم عندك أغلبية أتوقع أن لا بد أنك تستخدم السلاح الأغلبية اليوم طيب استجواب النائب الجويهل اليوم يعني بالأمس قال هناك أكثر من 15 أو 25 ألف كويت المزدوج أمريكي اليوم السفير الأمريكي قال لا نعرف رغم الصحيح لعدد الكويتين الأمريكان وبالتالي اليوم رفع صورة لجواز ابن النائب خالد السلطان نعم نش ما قلت لك استجواب محمد الجويهل من خمس محاور أشوف أنه من خمس محاور ثلاث محاور لا بد أن تطرح وأساسا نحن كنا عارفين أنه طرح نائب محمد الجويهل من قبل يدش البرلمان كان في مسألة المزدوجين ولكن كان دائما نظرته مقصورة على زاوية محددة اليوم أشوف أخذ الصورة كاملة بشموليتها ودخل معها الجنسيات الأجنبية مش الخليجية فبالتالي أنا أشوف أنه عليه الحين عب الإثبات وعليه عب أنه يطلع أوراقه طيب طيب لو قلنا ابن النائب خالد السلطان عنده جواز أمريكي شنو المشكلة عنده جواز أمريكي لا يملك جنسية يملك الجواز المعروف طبعا في الولايات المتحدة أي مولود يلد على أرض الولايات المتحدة يعطى الجواز الأمريكي وليس له الحق أن يتنازل عن هذا الجواز حتى لو ذهب ووقع طلب بأن يلقى هذا الجواز لا يلقى بدا معروف هذا الأمر كثير من الكويتيين والعرب والخليجيين يعني عندهم الجواز الأمريكي لهذا السبب يعني يعني أتوقع أن هذا لازم نرد لقانون الجنسية الكويتية أو القانون 59 عشان نحلها الإشكالية مع الدول الصديقة أو الدول العالمية لأن اليوم إحنا ما بتنا دولة بروحنا منعزلة إحنا في قرية عالمية وقرية صغيرة وكلنا يعني مرتبطين في بعضنا ارتباطات اقتصادية وسياسية فلابد أن نعيد النظر في قانون الجنسية لسنة 59 أما مسألة أنه والله نائب ابن النائب أو أنه ابن أي شخص كويتي يحمل جنسية أو يحمل جواز أو مو بالضرورة جنسية تكون جواز أتوقع أنه ما هو الأمر يعني السلبي واللي لازم أنه نقول أنه والله أنه يعني شيء كبير على الدولة وفيه خيانات وإلى آخرة أعتقد أنها هي حريات شخصية أنا قاعد أشوف انتقادات عنيفة يعني الجويهل على خالد سلطان النبي الفضل كذلك على النائب وليد الطبطباي ابنك زوجتك ما هيك في هذه المصطلحات صارت بين النائب نائب إحنا يعني نواب ما يسمى أساسا وضعناكم للتشريع للرقابة مو متبادل انتهامات بينكم بين بعض أنا شايف اليوم يعني الجويهل نبي الفضل فيه صارت بينهم بين النواب أنفسهم يعني شي السالفة التاريخ دائما أيد نفسه حصل هالكلام حتى في المجلسة الـ 85 بغيت أن يحل البرلمان في الـ 86 وحل البرلمان في الـ 86 اليوم الجماعة يكررون نفس السيناريو أننا باستجواباتنا بتصعيدنا بمشاكلنا بكذا مو بضرورة مع الحكومة لازم تكون بيننا أنا شاستفيد يعني لما نائبي هاجم نائب أنا ما استفيد شيء يعني أساسا أنت حاسب الوزراء حاسب لي المقصر من الوزراء من المسؤولين إذكر لي لكن نائب يعني عنده مثلا هو في استفادة الله يسلمك ولكن استفادة يعني شعب كل شرح يسلم他們 من تحت لتحت هو بالنهاية ما أتوقع أن دائما الشعب في كل في بين عيون coordinator أغلبية يعني غلبية البرلمان اليوم ليس الغلبية البرلمانية أغلبية الأعضاء البرلمان يعني ما أتوقع أنه كلهم حاطين الله بين عينهم والشعب الكويتي بين عينهم ولا لو حاطين الله بين عينهم والشعب شموا هذا حال الدير الآن ولا هذا حالنا ولكن الجماعة يعني يبونوا يتكسبون انتخابيا ويبون على ما قالوا يمشون أمور معينة تفرض عليهم وإحنا عارفين هالشيء زين يعني أما مسألة النائب الفضل والنائب دكتور ولي طبطبائي أنا أشوف أن الكويت كلها أغلبيتها قائمة على الواسطات والتعيين يكون في الواسطات ولكن أنا أتمنى بما أن البينة تعلمنا الدعاء فبما أن الدعاء نائب نبيل الفضل في أن ولي طبطبائي تنفع من توظيف زوجته أو ابنه عليه أن يبين لنا وين التنفيذ خاصة أن التوظيف حق مشروع حق لكل مواطن حق مشروع في الدستور لكل مواطن الكويت المحامل الكاتب صاحب الأخ غازي العنزي شكرا جزيلا أفوان 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 شكرا لكم شكرا المشاهدين الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم أمل أن تكون وقد استمتعتوا معي سبحانك الله و بحمدك أشهد لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك استودعكم الله في لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر